خليني أبدأ الحدث الأبرز كده بالنسبة للجرية بكرة ونشاط سيد الرئيس في هذا الإطار وهنلاقي فيه اهتمام في المنشتات الرئيسية بخصوص نشاط صندوق تاحية مصر وزي ما حدثكم شايفين كده في صحيفة الأخبار الرئيسي بتابع نشاط صندوق تاحية مصر على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين معيشتهم في هذا الإطار زي مننا إسماعيل جمعة في صحيفة الأهرام تعزيز دور صندوق تاحية مصر في التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم بالمشاركة مع المجتمع المدني عجبني أقوى فكرة المشاركة مع المجتمع المدني خليني بس بإثنين نخدها كده في سياقها الجميل اللي موجود دلوقتي يعني أنا أفتكر لما كنا بنتكلم على مؤسسة إبدأ بتاع الصناعة وأنا بأقرأ الخبر دلوقتي يعني جا في دماغي هذا التصور المصانع اللي يعني فيها بعض التعثر رجال الأعبال أو الملاك بتوع المصانع لجوا إلى الدولة في هذا الإطار في مجموعة شباب في المنظومة بتاعة إبدأ اللي هي منبثقة عن حياة كريمة يعني إبدأ منبثقة عن حياة كريمة التسلسل العمل التنموي في مصر في هذا الإطار بتلاقوا فيه بعد مهم جدا هنلاحظوا بعدين يعني ممكن مش في اللحظة الآنية لكن هنلاحظوا بعدين وروحنا كذا مصنع وشوفنا كذا تقرير في هذا الإطار تقرير صادق من جوه المصنع من صاحب المصنع نفسه بيتكلم بيبقى مصنع صغير مصنع متوسط يعني روحنا أوسنا روحنا العاشر من رمضان روحنا مصنع أخرى في أكتوبر لقينا الموضوع فيه بلورة حلوة ما بين وفيه تناسق حلو وفيه فكر مشترك وفيه رؤية واضحة ما بين الحكومة وما بين المجتمع المدني زي مهور لحضراتكم كده يعني هنلاقي حياة كريمة فيها مجتمع مدني يعني هنلاقي يبدأ فيها مجتمع مدني حتى وإحنا بنتكلم فيه قضايا كتير جوه البلد دلوقتي بيلاقي فيه مجتمع مدني بيلاقي فيه قطاع خاص بيلاقي فيه مشاركة مجتمعية في هذا الإطار فكل الحاجات اللي زي دي زي ما يعني أنا بس استرعى انتباعي فكرة وانا بقرأ الخبر كده إن الزملاء حاطين المجتمع المدني بينكو سيه يعني المجتمع المدني كده مبارو يعني تم إبرازه في هذا الإطار ليه لأنه زي بقول لحضراتكم إن موضوع المجتمع المدني مش مجرد إن أنا بطلق أو بطلق الكلمة كده وخلاص وقف لا تعال شوف المجتمع المدني بيعمليه النهاردة تعال شوف العلاقة ما بينه ومن الدولة في هذا الإطار النهاردة تعال شوف حجم المشاركة يعني حجم المشاركة في المجتمع المدني النهاردة بلاقي كتير جدا من المشاركين في المجتمع المدني في تواجدهم على الشاشات التلفزيون وتواجدهم في الصحافة المصيحة في هذا الإطار بيتكلموا إزاي تكلم مع مرة التعاون في هذا الأمر وده شيء محمود يعني ده شيء محمود جدا يعني ما يفعش أن أنا أقفل لا ده أنا فتحت الباب تعالوا نعود مع بعض نفكر نقدم الخدمة باحترام نشوف الدنيا رايحة فين وجابنا حضرتك ما شفتش إجراءات حياة كريمة فيه المحافظات اللي تمت فيها فما تحكمش حضرتك هتحكم على مثلا أنت عايش في القاهرة فتقول لي ما أنا ما شفتش حكمها وحضرتك الأماكن المحافظات المدن القرى النجوع اللي تمت فيها حياة كريمة ودخلت فيها حياة كريمة بعمق حتى دول اللي يتكلموا على حياة كريمة دول اللي يتكلموا على زي ما أقول لها حضرتك برضو مؤسسة إبدأ ومبادرة إبدأ هتلاقي تيه مبادرة إبدأ دي ما تيجي تتكلم عليها اسأل من تعثر مصنعه اسأل رجل الأعمال متوسطة المصنع أو رجل الأعمال اللي عنده مصنع قليل شوية أوه والآخر وتعثر ومش عارب الظروف ضده فبيعمل إيه دلوقتي يعني عند مؤسسة إبدأ تعالوا هكذا حيانا تعالوا نتقف مع بعض تعالوا نقف مع بعض تعالوا وفيه في مؤسسة إبدأ زي ما فيه في مؤسسة حياة كريمة مجموعة شباب زي الفل زي بتوع تنسكين شباب الأحزاب كده لما تيجي تقعد مع تنسكين شباب تلاقي الشاب من دول قاعد فاهم أبعاد الموضوع بيكلمك على إيه بيروح فين بييجي من حاجة مصقفة يعني يعني لأنا عايزة أولي حالتك عليه يعني هتكلم في ده يعني في طحية مصر ودور طحية مصر وزي ما سيادت الرئيس اكتبع النهاردة ومعه الأجندة الرئيسية في هذا الإطار ومن زمان وعلي بنتكلم على طحية مصر ودور طحية مصر في هذا الأمر فالحقيقة ده شيء يعني يفرح يعني يمشي في هذا الإطار تعالوا نشوف تقرير عن الاجتماع بتاع النهاردة ونرجع لحظة لكم اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية صراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهني أن الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق طحية مصر والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي حيث تم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر وتم في هذا الإطار الإشارة إلى العديد من الأنشطة التي قام بها الصندوق ومن بينها دعم الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم بالإضافة لتنظيم قوافل للحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعاشية المتنوعة للمستفدين من خدمات الصندوق أضاف المتحدث الرسمي أن السيدة الرئيس وجه بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر باعتباره مكملاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومن خلال الانتشار الجغرافي الوسع بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين في أنحاء الجمهورية كافة يعني كل التوفيق طبعاً لكل الحاجات اللي بيقوم بيها صندوق تحيا مصر وتعزيز دوره في هذا الإطار وفكرة المكاشفة والمصارحة ومتابعة اللي هي المتابعة اليومية يعني خلينا أقول مش صندوق تحيا مصر بس مبادرات كتيرة جداً تحت مظلة رئيس الجمهورية فيعني ربنا يدينه الصحة في هذا الإطار ويعني مصر تبقى أفضل وأفضل في الفترة الجاية بإذن الله ترجمة نانسي قنقر